أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدثا في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف الأب المفترض ليسوع وقال حتى نفهم أبوة يوسف المفترض أو الشرعية يجب أن نعلم أنه في القديم في الشرق كان التبني كثيرا جدا في ذلك الزمن وكون يوسف الأب الرسمي ليسوع مارس حقه في إعطاء اسم لابنه والاعتراف به قانونيا وكان يوسف يعلم من قبل أن ابن مريم كان له اسم هيئه له الله وهو يسوع ويعني الرب يخلص كما شرح له ذلك الملاك هذا الجانب الخاص من شخصية يوسف يسمح لنا اليوم بأن نفكر في الأبوة والأمومة لا يكفي أن ننجب ابنا حتى نقول إننا أيضا آباء أو أمهات فالآباء لا يولدون آباء بل يصبحون آباء ولا يصبح المرء أبا لمجرد أنه ولد له ابن بل لأنه يعتني به بمسؤولية وقال قداسته أفكر بشكل خاص في كل الذين ينفتحون على استقبال الحياة من خلال عملية التبني هذا الرابط ليس أمرا ثانويا ولا هو قرار سهل بل هو من أعلى أشكال المحبة والأبوة والأمومة فكم من الأطفال في العالم ينتظرون من يعتني بهم وكم من الأزواج يرغبون في أن يكونوا آباء وأمهات لكنهم لا يستطيعون لأسباب بيولوجية يجب أن لا نخاف من أن نختار طريق التبني ونتحمل مغامرة الاستقبال أتمنى أن تساعد المؤسسات الرسمية على ذلك ومع اتخاذها الحذر اللازم في هذا المجال أرجو أن تسهل أيضا الإجراءات اللازمة حتى يتحقق حلم الصغار الكثيرين الذين هم بحاجة إلى عائلة والأزواج الكثيرين الذين يرغبون في أن يشملوا غيرهم بحبهم